أعتقد أن هذه الرواية هي ضعيفة جدا لعدة أسباب أولا فيما يتعلق بموضوع جهاز المخابرات وأيضا وزير المخابرات هو حتى الآن لم يعين من قبل بيزيشكيان لكي يتم توجيه الاتهام أو الضرر ببيزيشكيان الأمر الثاني بأن العملية التي تمت في نهاية المطاف هي إذلالا للنظام الإيراني برمتها ليس لحكومة مسعود بيزيشكيان لوحدة لذلك أعتقد أن هذه الرواية هي رواية ضعيفة جدا ولكن تعدد الروايات المقصود منها هو أن لا يتم اعتقال الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية ولذلك شاهدنا منذ اليوم الأول من نشر هذا الخبر وحتى الآن هناك العديد من الروايات والحرص الثوري الإيراني تعمد بعدم نشر أي صور حتى من مكان الاغتيال وهذا يبين بأن الإشكالية هي في داخل الحرص الثوري وليس في حكومة بيزيشكيان هناك معلومات كنت أقرأها منذ يومين عن مدى تغلغ الموساد في إيران وفي الحرص الثوري هناك من قال بأن الموساد تمكن من توقيف عناصر من الحرص الثوري داخل إيران والتحقيق معهم وسحب معلومات منهم هناك أيضا معلومات يتم تسريبها بالإعلام مثلا بأن العبوة زرعت منذ شهرين وغيرها وغيرها حجم هذا التغلغ الإسرائيلي داخل إيران هل هو بالفعل بهذا الحجم الكبير جدا؟ تغلغ الجهاز المخابرات الإسرائيلية في إيران بالدليل القاطع يثبت بأنه كبير وعلى أعلى المستويات وهذا ما أشار إليه وزير الاستخبارات الأسبق في حكومة محمد خاتمي علي يونسي حيث أشار بأنه المخابرات الإسرائيلية تغلغلت في أعلى المستويات وعلى المسؤولين في النظام أن يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد الأمر الثاني أنه سبغ وحدثت هناك الكثير من العمليات لجهاز المخابرات الإسرائيل ولم يتم اعتقال المتورطين الأساسين في هذه العمليات منها اغتيال العلماء النوويين على الدراجات النارية وأيضا يعني هذا اغتيال على الدراجات النارية عادة يسهل اعتقال هؤلاء الأشخاص لأنهم في داخل مدينة رغم ذلك لم يتم اعتقالهم وأيضا فخري زادة تم اغتياله بعملية معقدة ولم يتم اعتقاله وأيضا أعتقد أنه حتى في هذه العملية التي أدت الاغتيال هنية لم يستطيعوا الوصول إلى الرأس الأساسي لتنفيذ هذه العملية وقد يقوموا باعتقال بعض الأفراد وتوجيه التهم إليهم تحت التعذيب وفي نهاية المطاف المهم بالنسبة لإسرائيل أن عناصرها الأساسية ما زالوا موجودين وأعتقد أنهم بالفعل موجودين والتغييرات التي حدثت شكرا جزيلا لك كنت معنا من لندن الكاتب والباحث في الشأن الإيراني وجدان عبدالرحمن